موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بالجميع مستمعي ميد راديو ومشاهدي منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي رمضان كريم للجميع بالصحة والعافية وككل رمضان نرفقكم في حديث رمضاني ضيفنا ومستضيفنا هذا الموسم الوزير والسفير والقياد السابق في حزب الاستقلال محمد سعد العالمي محمد سعد العالمي مرحبا بينا عندك وطلبنا ضيف الله في هذا العواشر حليتي لنا ببدارك وبدون تردد وشكرا بزاف لأنك اعطتنا الفرصة باش تشاركنا هذا الحديث الرمضاني مرحبا بكم وأنا مصرور باستقبالكم الله يحفظك وطبعا فكرة حديث بمناسبة رمضان أعتقد أنها فكرة جيدة وانتمنى أنها تكون فرصة بالنسبة لي أنها تكون فرصة بالنسبة لي أن هذه مدة ما تكلمت صحيح اللي يحفظنا أن نتكلم به فأربما تكون فرصة للحديث في مواضيع مختلفة إن شاء الله لديم نضار الكرم إن شاء الله سيد سعد العالمي أنا ما غديش نقدمك للمستمعين ولا المشاهدين ولكن غدي نقول أنك صاحب مصار طويل جدا من شوين في نزادتي نهار 10 أبريل 1948 من 40 إلى القاهرة اللي قدضي فيها حوالي تلسنين من 9 مارس 2013 إلى 15 شتنبر 2016 سافر للمغرب لدى جمهورية مصر وبينها جوجل المحطات كان أكيد محطات ومحطات فيها ما هو إنساني فيها ما هو سياسي فيها ما هو حزبي وفيها ما هو حكومي وفيها ما هو ديبلوماسي وفيها وفيها أعرف أنك كاتوم جدا أو نسبيا وكن أعرف أنك مطوق بواجب تحفظ في بعض الأمور ولكن اليوم غادي نحاول وعلى امتداد هذه الحلقات نحاول نستفذ ذاكرة ديالك اللي أنا على يقير أن فيها بزاف وبزاف وبزاف سيم محمد سعد العالمي كنت في الذكرى الأربعين يدي سيم محمد الوافر سيد الله يرحمه قلتي بأنك تفكر تكتب المذكيرات أنا كنحاول نتكهن شنو إلي قررتي تكتب مذكيراتك أول مشهد اللي توصفه لنا أنا كنقول يمكن غطر جعلين للشاون لا الشاون بالتأكيد الشاون هي بسقطة رأس وشاون هي فين تربيت فين كبرت فين عشت لحظات جميلة من حياتي فين بديت الدراسة ديالي فين عملت أصدقائي الخلاص فين عملت ما صار في تدبير شأن المحلي في الاهتمام بالمدينة في رد الاعتبار للمدينة في جعلها واحد مدينة اللي الآن معروفة على المستوى الدولي ومقصد للسواح من مختلف الجهات فطبيعي شف شاون حاضر في مصاري كله وطبعا شف شاون تبقى دائما في القلب وفيها غيد زاد واحد رضيع اسميته محمد سعد العالمي نهار 10 أبريل من عام 1948 شاوني أبن عن جد عن جد بالتأكيد بالتأكيد لأن مؤسس المدينة هو مولاي علي بن راشد العالمي وأنا من سلالتي هذا المجاهد الكبير لأن مدينة شف شاون أصلاً نهار اللي تأسست تأسست باش تكون قلعة لأن موقعها موقع مانية وبالتالي اللي تكون قلعة أولاً لصدي الهجمات الاستعمارية البرتغالية على الشواطئ المغربية في سنة تأسيس مدينة شف شاون احتل البرتغاليين مدينة أصيلة 1471 وكانت بعض الموانئ الأخرى بعض المرافع الأخرى محتلة من طرف البرتغاليين ثم كانت الهجمات الإسقالية قد ابتدأت كذلك على بعض الصغور المتوسطية إذن أسست من أجل حماية لتكون قاعدة للمجاهدين ليرد هجمات المحتلين وأساساً كذلك لحماية الأندلس وكانت دولة الأندلس في غرناطا لا تزال قائمة حيث أن السقوط غرناطا تم بعد ذلك بعقدين أي في 1492 حيث أن السقوط غرناطا في 1471 واحد وسبعين بعد عشرين سنة ما كان ترتيبك في الأسرة؟ أنا أنا يعني الأسرة نحن شقيقان شقيقان وشقيق أول توفي يعني في سن صغير لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه وبالتالي نحن شقيقان يعني ربطت بيننا الحياة ولم نفترق طيلة منذ ولادتنا إلى اليوم إلى اليوم الوالد شنو كنك يعمل أنا داك؟ الوالدة كذلك؟ الوالدة ربط بيت ربط بيت ابنة عمه وربط بيت أما الوالد فنفتحت عيني على الوالد يعني شاب متحمس وطني البيت مملؤ بالصحف الوطنية التي كانت تصدر حين داك بتطوان بتطوان وأدركت جريدة الأمة وهي آخر الصحف التي كان يصدرها حزب الإصلاح الوطني برئاسة زعيم عبد الخلق الطريس ف يعني البارز في والدي يوم داك وهو أنه أحد الشباب الذي يقود الحركة الوطنية في مدينة شفشاون وفي إقليم شفشاون أي في نواحي شفشاون و يعني تدرج فيها المسؤولية داخل الحزب إلى أن أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني طيب اللي كان قوله 1948 الميلادي السي محمد سعد العالمي وطبعاً طفولته الأجواء في ذيك الفترة كانت موسومة بالاحتلال الإسباني لشمال المغرب وبطبيعة الحال الحماية الفرنسية في المناطق الأخرى غيكون في عمرك ربما حوالي 8 سنين لكي يأتي الاستقلال يعني نقوله أنك عشتي أواخر السنوات ديال الاستعمار وأنت الطفل مازال كتذكر شوية من طفولتك في المدينة في هذه الظروف؟ طبعاً طبعاً الطفولة يعني ربما تبقى راسخة بعض الأحداث الطفولة ربما تبقى راسخة في الداكرة أكثر من الأحداث التي قد نعيشها قبل سنة أو سنتين لأنها داكرة الطفولة داكرة لا تمحي في بعض الأحداث وبالتالي طبعاً أتذكر مثلاً مولوجي المدرسة المراحل التي قضيتها في السنوات الأولى في المدرسة أتذكر كذلك والآن كنت تذكر مثلاً شغبي الطفولة كنت مشاغب وخكتلاً هادئ في كبارك شغبي الطفولة ربما بتأثير الجو اللي كنا نعيشه اللي كنا نعيشه فمثلاً فإحنا يعني في ثلاثة وخمسين آوينا في بيتنا ألف أهل فدائيين الذين هاجروا من منطقة الحماية إلى إلى منطقة الشمالية مثل قائد الجيش التحرير في الجنوب محمد بن حمو قطن في بيتنا عدة شهر قبل أن تكتري الحركة الوطنية بيتاً أو مجموعة من الفدائيين حين ذاك ولا أنسى أنني في يوم وأنا أبحث في غرفة والدي فتحت خزانة فوجدت مسدساً وأنت طفل وفزعت وأغلقت الخزانة بسرعة وكتبت الأمر يقول لي أقول لك كذلك كانت تذكر بأنني في سنة خمسة وخمسة يعني خمسة وخمسة أنني هكذا وحنا كان ما بيتعثير ما كنت أسمع أنني كان كتب وحل منشور ما بيجى في جملة فيه اللي يدبح يندبح اللي يدبح يندبح يدلبح مع رسم لخنجر كبير والدماء تسقط منه هذا أنت عمرت سنين هذا كان قبل حلول عيد الأضحى ببضعة أيام ما هو السياق؟ لأنه المعروف حيندك محمد الخامس يتنفى النهار الذي يتنفى كان يوم عارفة آه عشرين غشت كان يصادف يوم عارفة وبالتالي في الأغدى ديالعيد المغربة لم يعرفوا كيف أشي عيده وبهذا الأساس الحركة الوطنية عملت على أنها كطالب المواطنين إبرازاً لرفضها للاستعمار وتضامناً مع الأسرة المالكة مع محمد الخامس وأسرته المالكة أنهم ما يضحيوش لأن الأضحية هي احتفال وكيف يحتفل يحتفل الشعب ورمزوا سيادته في المنفقة إذا كتبتي منشور وبالتالي هذا توالت 53 54 55 أنا كنت صرف هذا التصرف وكما ومعرفت شيء كيف ومعرفت شيء كيف حتى هذا المنشور عملت مع بعض رفاق في ذلك الوقت على البحث عني العجين وإنساق المنشور بأبواب المساجد الجامعة يعني في يوم كانت المقبلين على يوم الجمعة يعني يوم الخامس كتبت المنشور فهذه أول حرارة كدرتي فالاستقناء هذا المنشور في أبواب المساجد التي تصلى فيها صلاة الجمعة على أساس أن الموصلين سيأتي ويصلي سيشوفوا هذا المنشور كدعوة إلى عدم الأضحية ومعرفت شيء كيف حتى وقت يأتي يعتقلوني وانتفع برقسم السنين وأعتقلت في داق البشا يعني كان مخزن في داق الوقت عشواليك يحكم في السجن البشاوية من الصباح أول الصباح إلى آخر الليل بعد أن تدخل بعض الوجهة وأفرض العائلة والدي رفض أن يتدخل رفض ولكن العائلة وبعض الوجهة تدخلوا على اعتبار على اعتبار أنه يعني مسألة أنه طفل صغير لا يمكن أن يحسب على مثل هذا التصرف وأعتقد أنه الحجة التي خلت الاقتناع لأنه كيف للطفل يقوم بهذا الشيء لا بد أنه مدفوع من والده هذا هو التفسير الذي يمشى فأنا الخليفة ذي للبشا قيل بفضل الله يرحمه الخليفة ذي للبشا قلت سمعه وبدأني يستفسرني حول الحادث وأنا ببراءة الأطفال كان أحكي له قال لي ما يمكنك دعون تصوب لي في حاله؟ قلت له نعم وبالضبط صوبت له واحد في حاله فإذا فهم أنك ماشي مدفوع أنه ماشي مدفوع أنه مسألة هذه بالبارعة الأطفال وأخذ الطفل في ذلك المرحلة سبع سنين أو ثمان سنين الجو العام الذي كان سائد أثر فيك لما تشعر تماماً تماماً وبالتالي أنا أنا يعني يعني يمكن رضا على السياسة ما في مرحلة رضا على لأنه فتحت عيني على السياسة فتحت عيني على السياسة ومارسوها أولاً بمشغبات الأطفال ثم بعد ذلك نخرط نخرط في الكشفية الحسنية وأنا جرموز جرموز يعني تشعة سنين عشر سنين وأنا في الحركة الكشفية إذن في مرحلة متقدمة من عمرك يعني في بداية الاستقلال خمسة وخمسين ستة وخمسين جرموز في الحركة الكشفية ثم بعد ذلك تغلت إلى الشبيبة المدرسية ومن الشبيبة المدرسية إلى الشبيبة الاستقلالية ومن الشبيبة المدرسية ومن الشبيبة المدرسية ومن الشبيبة المدرسية إلى الاتحاد ثم اللجنة المدرسية إلى آخر سنراجع إلى هذا الشيء كله بالتفصيل لكن نبقى في هذه المرحلة بحكم الموقع الوالد والأسرة بشكل عام أتوقع أنك عرفت وشفت شخصيات اللي كل وطنية اللي كان عندها وزنها في ذلك المرحلة ربما تجي البيت أو الاجتماعات ويمكن أنت في ذلك المرحلة وانت طيب المواعيش وما عارف شكونوا أمد الناس والقيمة والحجم ديالهم ما زال في ذاك كرسك؟ لا طبعا الشخصيات اللي كانت تجيه ما تجيه ما تجيه عبد الخالق طريس آه عبد الخالق طريس وهذا معروف على كان في بعض الأحيان حينما يشتد الوضع مع المستأمر الإسباني ويود أن يدلي بالتصريح في الموضوع يأتي إلى شفشاون آه ليلقي من هناك خطب كرسالة للمستأمر وبالتالي كان كثيرا تردد على مدينة شفشاون كان عنده علاقة بالوالد؟ علاقة ماتيدة جدا لأن الوالد هو المسؤول عن حزب الإصلاح في شفشاون في شفشاون وبالتالي هو يأتي لنستضيفه في بيتنا فالطريس مثلا من الوجوه اللي عرفتها وأنا يعني في بداية وعي أو ماهو ممكنش يقول حتى وعي يعني من الوجوه الأولى خارج العائلة اللي شفتها ما تعلم عبد خلق الطريس عبد خلق الطريس كنت هذة الساعة كنت تقول شكونا معدو كنا أصدقاء الوالد لا معلوم لا وبالتالي ماشي كنعيش وانا طفل تجمعات الشعبية اللي كنت تنظم إما في البيوتات وإما في الساحة العمومية أهم فهذا كله يعني خلاني كان أعتبر أن هذه هيا هو المجال اللي كان نتحرك فيه واللي كان نفتح عينيلي طيب تكلمنا على المنفى والنفي ديال سلطان محمد الخاميس نسولك على العودة دياله من المنفى أكيد أنه ستكون باقية في ذاكرتك سي محمد سعد العالمي شنو ما زال عاقل على عاودة الملك محمد الخاميس وخاك أنت صغير ما زال لا ما زال صغير ما زال صغير أولا كان عاقل أنه بمناسبة عودتي إلى المغرب 16 نوفمبر 55 أن والدتي مع الحركة النسوية حين ذاك ووالدي توجه إلى الرباط جول الرباط جول الرباط لستقبال كانوا ممثلين عن الحركة الوطنية في الشمل كانت وفود من كل مناطق الشمل يعني بين خلية نسائية الاتحاد النسائي وخربت بيت ولكن العمل الوطني كان كذلك والوالد باعتباره في قيادة حزب الإصلاح الوطني إذن هذه كان عقل وأنت أبقيت في الشاون لا طبعا في الشاون كان عقل كذلك على محمد الخامس ميجا لمدينة تيتلون قبل أن يتوجه إلى مدريد لتفاوض مع الإسبان على استرجاع السيادة المغربية على المناطق الخالفية منطقة الخالفية في الشمال في الشمال والجنوب 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 من سواجه في الشمال والجنوب ففي ذلك الوقت هذه يعني استرجاع الشمال السيادة في أبريل ستة وخمسين يعني بعد مثل في جوج مارس توقع الاتفاقية مع فرنسا في أبريل في أبريل ستعتقد أبريل تم الاتفاق مع إسبانيا فبهذه المناسبة نبقي كنعقل الجماهير العريضة يعني واحد خارق نادر مثل اللي كانت في الحفاوة دي الاستقبال لمحمد الخامس وانا في ذلك الوقت كان أقل واحد نهار عزوني لأنه كان كان اهتف عاشب 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 مليك عاشب وحبب عزوني الناس وانا كان اهتف يعني لأنه هذا الشي اللي عارفت نعمل إضافة إلى أنه في ذاكل الوقت بدأت الصور كاتبع فكل ما كان نفر شي حاجة من البسسط لأنه كما زال بالسيطة في ذاكل وقت كمش نشري فيها الصور دي الملك ودي العائلة دي الامراء والأميرات فهذه مسائل فعلا ما ما كنت نسهش ما كنت نسهش طيب الدراسة دي المحمد السيد العالمي ولذلك ولذلك تفضل تفضل في عام سبعة وخمسين ميجا محمد الخامس في أول زيارة إلى شفشاول آه زيارة إلى شفشاول إلى شفشاول كنت من بين الذين دخلوا الصفوف وسلموا على محمد الخامس آه تسللتي تسللت مع الوالدة وقدموني على أساس أنني كنعونهم في كتابة المحاضر ديلهم آه سنة سبعة وخمسين طبعا ما غتنساش هذا المشهد لا عندي صورة عندي صورة حوله آه لا هذه ما 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 تنسى كيف خلق شي حاجة ولا سلم تغي بشكل عابر سلمت عليها ما شاف الطفل كاي سلم عليه معلم نضاق لي بابتسامة وسلمت عليه وأنا يعني مفتخر بهذا العمل اللي قديت نوصل له أنني نوصل باش نسلم على محمد محمد الخابيس ومقبل ويدو يا سلام الدكريات لا تنسى سلم العالم طيب نرجع للدراسة درستي في مدراسة عصرية ولا في المسيد ولا عارش شنو كنت الأجواء أنا ذاك في مدينتي شفشاون أنا الدراسة الأولى الحركة الوطنية كانت كدعمل مدارس اللي بديلة أو كدعوض المدارس اللي كدنشأها لإدارة دي الله حماية وبالتالي أول ما دخلت دخلت المدرسة اللي كانت كتسمى المدرسة الأهلية المدرسة الأهلية والمدرسة الأهلية كان نظام التعليم فيها مزدوج ماشي مزدوج في المفهوم الحالي دي اللغة مزدوج بحيث كان نصف الوقت المسيد ونصف الوقت أقصم تدريس اللغة العربية والحساب والتاريخ والجغرافية مواد العادية المواد العادية مواد العادية وكنا في ذلك الوقت كان نقرر في الكتب التي تأتي من الشرق العربي أساساً من لبنان الأساتذة ديالكو أساساً من لبنان كان يكونوا مشارقة في ذلك الساعة لا لا في الابتدائي كانوا محلين 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 موقع الابتدائي ما زيك تذكر المدرسة الأهلية المدرسة الأهلية المدرسة الأهلية المدرسة الأهلية هذه قلت فيها مدة ثم بعد ذلك انتقلت إلى المدرسة الرسمية اللي رسمية. دائما في الابتدائي. تشي في الابتدائي. وعملت فيها هي كذلك عملت سنة. وهذه كان فيها كذلك. هذه التعليم. ولكن تعليم كان كله بالعربية. بالعربية. تعليم كله العربية. وندرسه الإسبانية كلغة فقط. باقي المواد باللغة العربية. باللغة العربية. الحساب أو العلوم أو أي حاجة. باللغة العربية. هذه نظام تعليم الحماية الإسبانية. هذا التعليم مرسمي. وبالأسف لأنه. بالاستخلال كنا كان نتظر أنه التعمم العربية. وإذا به كان العكس. كان العكس. لا أي حالة. دي بنا قوسين. بين قوسين. لكن بين قوسين مهمة. مهمة جداً. دي بنا قوسين. أخر سنة في التعليم الابتدائي. أخذيته. بمدينة الريباط. بمدارس محمد الخامس باريباط. وبالتالي شهادة الابتدائية. حصلت عليها. بمدارس محمد الخامس باريباط. في سنة تعد وخمسين. تعد وخمسين. أشنو جابك للرباط. سي محمد سهل العالمي. جابني للرباط. هو كي يبقى نفس الهاجس. دي الوالد. لمدارس محمد الخامس في ذلك الوقت. مدرسة نموذجية. من المدارس اللي نشأتها الحركة الوطنية. الوطنية. مدارس محمد الخامس تاريخها معروف. حيث خرجت نخب كثيرة في مختلف المجالات. بما فيها الفدائيين وحمل السلاح. إضافة إلى ناس متخصصين في مختلف المجالات. إذن الأسرة كلها انتقلت للرباط؟ أم لا؟ أها. الوالد والوالدة بقوا؟ لا لا الوالد والوالدة. اسمته؟ انتقلت بوحدي. ثمانية وخمسين. ثمانية وخمسين. ابن عشر سنوات. عشر سنين. وبقى خير. ولكن الأخ ديالي يلتحق بي بعد ثلاثة الأسابيع أو أربعة الأسابيع. لأنه لا أنا قبلت بشي التفرق معه. وله قبل بشي التفرق معه. ففهموا أنه لا بد أن يلتحق بي والتعاق بي. وكان سهل الانتقال من الشاون إلى الرباط؟ سهل. ماشي سهل. لا ماشي سهل. ولكن للضرورة أحكى. نقول لك. كان الوسائل ديال النقل. اللي تفرع عليها الوالدة. لأنه اللي ما قلت لك شي على الوالدة. الوالدة باعتباره كان زعيم للحركة الوطنية. بعد الاستقلال. جاء مبارك البكاي. في عام سبعة وخمسين. ونصب العامل اللي هو العتابي. إياه. لأنه القادة جيش التحرير تعينوا. مسؤولين تورابيين. مسؤولين تورابيين في المناطق الشمالية. تعين مكناسي. تعين السي محمد منصور. تعين العتابي. في الأقاليم الشمالية. يلا. مدينة تورابيين فيها طيب النونة اللي هو سياسي. ماشي في جيش التحرير. لكن كان قائد كان الأمين العام دي الحزب الإصلاح الوطني. طبعاً ما يجعل الاستقلال. ما تعين العامل كان مدينة الشعون لخصة باشا. تعين باشا على مدينة الشعون. كيف ما تعينوا الوطنيين في ذلك الوقت. ممتاز. يمكنني أن أقول لك. وهذا الشيء. ينبغي أن يذكر. وبفخ. أنه. مرت فترة تقريباً ديالسنة. منذ رجوع محمد الخامس. من المنفع. إلى تعين العامل. 19 شهور تقريباً. ولم يحدث أي حادث يذكر. لا في ذنة ولا في النواحي ديالا. الأمن والأمان. الأمن والأمان. لأن حركة الوطنية كانت متمكنة. ورجالتها كانوا يحضوا بالثقة. ديال المواطنين. وبالتالي كانوا حلجوا. ديال ما كان سلطة. ولكن ما كان حتى حاجة. وكانت واحد مرحلة انتقالية. وهذه مسألة الأخصاء. يعني تدرس. وبالأسف. ما كان شي كتابات حول هذا الموضوع. يعني قدروا يدبروا. المدينة والإقليم. تدبير لما لا يذكر أنه قع شي حاجة. وبالتالي. يعني كان مسألة ديالتعين وباشا هو تحصل وحاصل. تحصل وحاصل لأنه. كان باشا. بعد دبار هذه المرحلة أحسن تدبير. إذا قلت في فرباط، فين ستعيش فرباط؟ فرباط؟ لا، مدارس محمد الخامس. فيها قسم داخلي؟ كان فيها قسم داخلي. كان فيها قسم داخلي. وفي تالي إذن التحقنا بالقسم الداخلي. كتذكر شكون من الأسماء. اللي من بعد غيكون عندها وضع معين. اللي كانت معاك في المدرسة آنذاك؟ كتير. كتير. شكو ندرس معاك محمد سعد العالمي؟ في البتدائي على الأقل. شكو نقول لك، يعني كين فناني، كين متقافي، كين أطباء. أسماء أثيرة أنا داك. أسماء كتيرة. إن مدارس محمد الخامس كانت، أسماء كتيرة. أسماء كتيرة. هي المرجع عند صح التعبير في ذيك المرحلة. ولكن، اللي نقول لك، الإضافة لكسيتان، من وجودي في الداخلية، القسم الداخلي، وهو أنني مرة واحدة انفتحت على كل المغرب. فالتلاميذ كانوا من مختلف جهات المغرب، ومعظمهم من عائلات وطنية، معظمهم من عائلات وطنية. هذا أفتح أفق جديد في شخصية؟ أفق جديد تماماً، أنه بديت كنعرف المغرب. لو بقيت شيء محدود فشاون، وثم تفتحتي شوية على تيطوان، يعني المناطق القريبة فشاون، بديت كنفتح على كل المغرب. على العداد، على السلوكات، على ثقافات مختلفة، وبالتالي افتحت عيني على المغرب المتعدد، المتنوع. ونحن في مرحلة بداية الاستقلال. ولكن الجميع تجمعوا قواصم مشاركة ديال الوطنية، وديال الرغبة في التعلم، ورغبة في يعني كل واحد يبني شخصيته. وشنو كانوا هواجزكم أنا ذا كنتو مع أطفال، وفي مرحلة ماشي سهلة، بداية ديال الاستقلال. طفل ديال داك الوقت كيفاش كنك يفكر، شنو كانوا طموحاتو، شنو كنتو كنتو كتتكلموا مع بعضكم، كتلعبوه كتتخرجوا للرباط، ولا دائما في القسم الداخلي والدراسة، لا أقل ولا أكثر. بقساط هذه الثانية ديال الرغبة، قتت whoever شفال الذين أخبروا لرباط. ما همين، قتعت نكتشف الرباط؟ أولا، قتن cage ديال جمعة بو كانت تتصللي والجمعة، ثانيًا ديالـ لكي أكتشفوا حدائق. في ذلك الوقت أكتشفت السشلة، أكتشفت الوداية، أكتشفت المدينة لأعتقاد الريباط وما أجملها، أكتشفت حدائق الريباط، فكتشفت هذا العالم الجديد. اللي غريبة عليك أنت؟ اللي غريبة عليك واللي خرطي فيه، وكتحاول دي ندمج فيه، وبالتالي فعلاً كدعمل صدقات، صدقات مع الناس مختلفين. المسار الدراسة فين غي يكمل؟ في قدائن في مدارس محمد الخاميس؟ نعم، حتى أخذت الباكالورية. أخذت الباكالورية. أخذت الباكالورية ذي لي، ولكن الباكالورية أنا أخذتها، وأنا في الخامسة الثانية. لماذا؟ أولاً، أولاً كان تعليم ثانوي ست سنين. ست سنين؟ تلت سنين طور الأول، وتلت سنين طور ثاني. سنين طور الثاني كان قسم الطلبة، كان شعبة أدبية، وشعبة علمية. أي؟ أنا كنت شعبة العلمية. شعبة العلمية؟ لأنه كنت يعني المواد ديال العلمية متفوق فيها. من الشهادة ابتدائية، وأنا في الحسابة الأول، يعني في المواد العلمية. ولكن هذا ماشي معناه أنني مكنش مهتم قداليك بالدراسة الأدبية. منذ سراري، فتحت على روايات، على القصص القصيرة، على الأدب بصفة عامة. فنتخلت إلى الشعبة العلمية، وفي سنة الخامسة التنوي، طورت، سوف نقول لك على ما طورت. طورت أنني في ذلك الوقت أخذت قرار لأنه شيء واحد كان يدارها قبل مني ونجح فيها. وهي أنني نتقدم إلى الباكالورية الأدبية من الثاني الخامسة العلمي. آه، غمرتي؟ لا؟ هي مغمرة ولكن محسوبة. لأنه، لم تكن شيء خيب كذلك في المواد الأدبية. ونجحت. نجحتي أخذتي الباكالورية. أنا لديك حال في عمرك. ونجحت أخذت الباكالورية هذا الشيء في عام 64. 64، إذن 16 سنة في عمرك سيسعد. عام 64. لماذا عملت هذه؟ لماذا؟ لماذا عملت هذه؟ لأنه في 63. آه، يعني قبل، أنا عملت 64. قبل بسنة. آه، في 63. وبمناسبة التهيئة للانتخابات الشرعية، بعد المصادقة على دستور الأول للبلاد في دجمبر 62، في 63، في ربع 63، بدأت تصفية الوطنيين اللي كانوا في مناصب المسؤولية، وآفائهم من مهمهم. أعفائهم من مهمهم. أعفائهم من العزل ديالهم من مهم ديالهم. ما هي السياقة؟ لا لسبب إلا لأنه كان في الماضي من قطعة الحركة الوطنية، أو من الحركة الوطنية، كان ناشط عادي في الحركة الوطنية، وخاء الوالدة، وقالت تعلمت منه، أعفائهم يتحمل المسؤولية، أعفائهم مارس المسؤولية دياله، وطلع بالمهمة دياله، يغضي النظر عن ماضيه، ولكن اللي تأخذ القرار، تأخذ القرار هكذا جملة، أنه جميع الناس اللي كانوا في الحركة الوطنية، يعزلون؟ عزلوا في مختلف أنحاء المغرب، بما فيهم الوالد؟ بما فيهم الوالد، استعداداً، لأنه يجب أن نعرفه، تلتة وسين شو يوقع فيها، وقبل تلتة وسين، سمح لنكمل في هذه النقطة، إنها مهمة جداً، لأنه ما فيهاش بزاف ديال الكلام، اللي معروف هو أنه وقع توتر، في السنوات الأولى ما بعد الاستقلال، بالناس ديال الحركة الوطنية، وخصوصاً في المناطق ديال الشمال، كان كي وصلكم شي صادات ديال هاد السراعات؟ سراعات، نحن أطفال، لمسنا، أنا في شهادة الابتدائية، قسم شهادة الابتدائية، كانوا جوج أساتذة اللي عزازة لها، وليهم أساسياً، أستاذ ديال اللغة العربية، مبراهيم السايخ، الله يرحمه، الله يرحمه، وأستاذ ديال الحساب، كنا نقول له الحساب، الحساب، الأستاذ مولاتو، الله يرحمه كذلك، هادو، واحد مشاء، في حزب الاستقلال، والأخوك مشاء، مع الذين انشقوا عن حزب الاستقلال، وما بجوجو معزاز، واش هذا على حق، ولا هذا على حق، الله أعلم، شكو فيه أمر اللي كان على حق، الله أعلم، ولكن كان ظن أنه كلهم كانوا غلطين، لأنه كان كخص الحفاظ على الحركة الوطنية، مجموعة، هادا في المرحلة ديال الانشقاق الالتحاد الوطني، للقوة الشهد، ايه، وكان قبل منها كان، ما يقال، أنه نزاعات، وصراعات، وصفيات، بعض المرات، بين الاستقلال والشورى والاستقلال، هادا كن كي وصلكم الصدى، ديالو في ديك المرحلة؟ هادا، في، في السنة الأولى ديال الاستقلال تقريبا، ستو خمسين، سبعة وخمسين، ستو خمسين، سبعة وخمسين، وهذا من المسائل، اللي الوالد، رحمه الله، أعمل باش ما يكونش على مستوى مدينة شاو، كانت، كانت حزب الشورى موجود، كانت عائلات معروفة، كيفما كانت، الأغلبية، كانت في حزب الإصلاح، وثم، أصبحت في حزب الاستقلال، ولكن، ما كانش اللي وصل، بأداء، لنازل الشورى والاستقلال، للشورى والاستقلال، وهذه من المسائل اللي تحسب، يعني في ذلك الوقت، ولا، يعني، أنه في ذلك الوقت، يكون هاد الشي حصل، حصلت بعض الحوادث، في مناطق محدودة، ولكن كان، كان صدر، يعني، معروفة، كان صدر ديل هاد النوع، ديل الحوادث، ها، بعض، بلا من كبروها، وقعت، لأن هذه المشحنات، كانت بين الأفراد، أكثر مما كانت، بين قيادات حزبية، طيب، السيسعة العالمية، أخذها، الباكالوريا، ما هو يقرر؟ فالمرحلة أصلا، بدأت علاقتك أكثر بحزب الاستقلال؟ تنظيمياً؟ لا تنظيمياً، كيف ما قلت لك، أنا دائماً، بقيت في القناوات، ديل الحزب، من الكشفية الحسنية، إلى الشابيبة المدرسية، إلى الشابيبة الاستقلالية، طبعاً، خديت الباكالوريا، مشي تتحاد العام طلعاً، آه، مشي تتحاد العام لطرابات المغرب، مشي تتحاد العام، طلبة المغرب، أنت ما نشقيتش بعداً، ما قلتش، ندير حسيار آخر، ما كانش مطروح، لا، 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 نهائياً، ما فهمش، لا، 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 شعارات مرفوعة في ذلك الوقت، يعني، كانت تجلبني، وكانت بعض الشعارات متطرفة نوعاً ما، في الحياة السياسية، بصفة عامة، تربيتي، منذ البداية، منذ البداية، على الإيمان والاقتناع بالمؤسسات، أنني أعمل داخل المؤسسات، وداخل الشرعية، وبالتالي، أنه النضال، عنده مصاره، لي نخصوه يمشي فيه، وهو النضال من أجل أهداف، ومن أجل مبادئ، وماشي، ما كانوا أصدقاء ديالك، ولا زملاء ديالك، اللي داروا اختيارات أخرى؟ لا، بتأكيد، بتأكيد، كانت تكون عالنا مناقشة ساخنة في القسم الداخلي، القسم الداخلي، كانوا، عائلات ديال زعامات، ديال حركة إنشقاء في الحزب، كانوا معكم في القسم الداخلي؟ كانت مناقشة ساخنة، ديال الشباب، وديال مراهقين، 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 وكان هاد الوعي السياسي، عندك، مراهقين، صح التعبير؟ كان الناس كتر ضد ما تسمعوه في بيتيها، في الوسط ديالها، يعني هكذا بدأ الوعي، إنه كتسمعه، ومع ذلك شيء كعاد، كتبدأ، كل ما نضجتي، كل ما كبدأ، تحكي معقلك، ولكن، في الأولى، العاطفة، هي اللي كذب مشيك، والعاطفة، معلومة، أنه كل واحد كيكون أميال إلها، طرح دياله، ما تلقنه من والديهم، في النشأة دياله، أختيت الباكالوريا، أختيت الباكالوريا، أختارتي مباشرةً، كلية الحقوق، أو لا، كان عندك ربما، مشارات أخرى، لا، مباشرةً، علام الحقوق في ذلك المرحلة، لا مباشرةً، أولاً لأن المجال ما كان شيء واسع، باكالوريا الأدبية، كان المجال لها إما كلية الحقوق، وإما كلية الأدب، في الدراسة التي اكتبتها في ذلك الوقت، ما هو؟ أنا كلية الأدب، يعني أساساً، سأخبرك أن أجدني أستاذ، في التعليم، كليات الحقوق، سأخبرك أمامك، مجالات أكثر، يعني يمكنك القضاء، يمكنك عمل محامات، يمكنك دخلت في الإدارة، يمكنك المسارات أوسعة، مسارات أوسعة، هذا من جهة، ولكن، ميلي للسياسة، أنا أتكلم عن مصر، ميلي للسياسة، جعلني، كنفضل، أنني نعمل القانون العام، ماشي القانون الخاص، القانون العام، أي شعبات العلوم السياسية، ماشي القانون الخاص، الوالد ما تدخلش في اختياراتك؟ لا، خلالي، سألني طبعا، وعطيت وجهة نظري، ووافق هذه، كنحاولت نتخيل الأوضاع والأجواء للجامعة، جامعة محمد الخامس أردك، إذن من المدارس محمد الخامس لجامعة محمد الخامس، في ذلك المرحلة كيف كانت؟ أحنا كنت تكلمو على ثمانية خمسين أو ستين؟ أربعة وخمسين، أربعة وستين، أربعة وستين، أنا ولجت الجامعة، كليات الحقوق، في أكتوبر، أربعة وستين، 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 في هذه الثلاث سنين كان كاين حياة الطلبية وكان كاين تحت الطيارات ماشي كتار كان الاتحاد الوطني ايه والحزب الشيوعي وهذه الجوج كانوا في الاتحاد الوطني للطلبة وكان مرتاح الوطني للطلبة المغير وكان حزم الشيوعي وكان الاتحاد العامي للطلبة المغير كان معلوم كان سيراع كان سيراع ليس كسي كان الاتحاد الوطني تقول لك ايه منظمة الوحيدة التي مثل الطلبة ومن منو على شي حد اخر يتكلم شي اسم اخر اكا ينش تاتي حد لعب شنو تاتي حد لعب كانوا كيف يصفوكم بالأوصاف لا حق لك في الوجود فبروح حراغة نجي وتكلم ومع ذلك ثبتوا حضوركم معلموا هذا خلنا كنتحدوا هذا هو اللي كنت يكون الصلابة في الموقف هو انه دلقال يقول لك لا ممنوع عليك فكتقول له لا انا بز منك سمح لي نتسولك في الجامعة انا ذاك شكول لي كان اساتي ضدكم وحتى طلبة زملائك اللي من بعد غادي يرجعوا شخصيات اما سياسية او مثقفة او ادارية اما الاساتي دا فمعظمهم كانوا يعني اساتي دا مشارقة مشارقة قريت على نخبة رائعة من اساتي دا الجامعين اللي جوا من سوريا سوريا ممو القزباري مصطفى البارضي عبدالوعب حومد هدوا كلهم كانوا اعضاء في حكومة اللي وقع عليها انتلابوا في سوريا في سوريا وهجرت ورجعوا اساتي دا ورجعوا اساتي دا اساتي دا كذلك الليبناني موسى عبود الليبناني ضياء العزاوي عراقي فهدوا كلهم اساتي دا كانوا فعلا اقطاب في مجالاتهم وكانوا مغاربة ولكن في ذلك الوقت اربعة وستين سبعة وستين عددهم قليل عددهم قليل مثلا كان علا الفاسي ولكن علا الفاسي كان في الشعبة القانونية دا وانا ما قريتش على علا الفاسي ما قريتيش عند علا الفاسي ما قريتش عليه ولكن كيعرفوني وكلا عرفوا لأنه افتح ذا عن الطلبة كانت العلاقة هو كان في حقاري بأحوال شخصية ما كانش في الشعبة السياسية كانت تغيش الشعبة ديال القانونية وفي الزملاء شكرا اللي كان معاك من الأسماء اللي يتاخد مسارها السياسي فيما بعد معداد من اللي يسمحوا لأنه النقباء احنا الغريبة عجب كنا في القسم كنا نجلسوا عشرة الناس وبعض المرات أقل من عشرة وفي أحسن الأحوال أربعين وخمسين الناس هذا ما كان هذا ما كان يعني كنا مازال أقلية أقلية قليلة هي اللي وصلت ساعدها حدها أنها وصلت بشهول جت للجامعة حين ذاك وداخل اتحاد العام لطالبة المغرب شكونا كانوا من طالبة الناشطين أنا ذاك نظن سعباس فاسي هو اللي كان رئيس سعباس فاسي كان رئيس قبل ما نجي أنا للجامعة آه قبل ما نجي الجامعة كان مع التأسيس هو العباس فاسي تخرج أبداً في عام أربعة وستين العام اللي دخلت لجامعة العام اللي دخلت لجامعة هو تخرج السنة الأولى مجرد أضو، السنة الثانية كنت كاتب فرعا للأرباط، والسنة الثالثة عضو اللجنة التنفيذية الاتحاد العام الطالب. عضو اللجنة التنفيذية؟ الاتحاد العام الطالب، هذه في السنة الثالثة. وبالتالي إذن في سبعة وستين كان مؤتمر الحزب. فتكشحت للمجلس الوطني للحزب، وأصبحت عضوان في المجلس الوطني للحزب. إذن في هذه المرحلة علاقتك تقوّت بحزب الاستقلال أكثر وأكثر؟ طبعاً، طبعاً، فهذه المرحلة أولاً على الفاسي من صفاته وميزاته أنه كان منفاتحاً على الشباب بشكل رائع، وبالتالي كان كي يستقبلنا في بيته مرة مرة. في بيته؟ في بيته مرة مرة، وبيته كان في أقلل قريب من الجميع، كنا نمشيون عنده، يعني بعد موعد. طبعاً، فكانت الجلسات معه شيقة. وعلى الفاسي، العظمة دياله، من الظاهق العظمة دياله هو ذلك التواضع اللي كان فيه إنسان بسيط جداً، متواضع جداً، وعظيم جداً. واجمع هادو ما كيت جمعوش. إلا فعلى الفاسي. إلا فعلى الفاسي. طبعاً، الموضوع العلى الفاسي، غدين رجعوا لي فيما بعد، ولكن، إمتى كانت أول مناسبة لسعد العالمي باش تلاقى مع اللي الفاسي؟ إلا ماذا كتذكر طبعاً؟ لا، أنا أتلاقى به، أنا أتلاقيت به كطيفل، كطيفل في زيارته لمدينة شفشاون. شفشاون؟ على الفاسي جاء لمدينة شفشاون حتى قبل الاستقلال. ولكن في الرباط؟ وعندي صور معه، وأنا طيفل، كنت سلم عليه طبعاً. كنت سلم عليه، ولكن في الرباط ستكون مناظر استقلالي. كنت سلم عليه، ولكن الصيلات السياسية بدأت هنا في الجامعة. وأنت في الجامعة؟ أنا في الجامعة، بدأت هنا في الجامعة. يعني، حتكيت بديد نحتك به. في هذه اللقاءات، ديال القيادة، ديال الاتحاد اللي عم الطلبة، وحتى من اللي كان الفرع، من كتف الفرع، مسؤولها الفرع، اللي كان مشوا عنده مرة مرة، وبالتالي، هنا عرفني أكثر، وطبعاً، ولا تعرفت. إذا نقول، العلاقة المباشرة الحزبية التنظيمية، ستبدأ في 1460 تقريباً، يعني مع دخولك للجامعة تقريباً. لا، لكن كنت في تنظيمات الشباب. كنت في تنظيمة الشباب فيما قبل؟ إيه، أه، 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 لا، اللي تحت لك الفرصة، فاش تلاقى على الفاسوج الجامعة؟ كنت نظن مع الاتحاد العام؟ أي، مع الاتحاد العام، ونفط الاتحاد العام، طلباً. القيادة، شو اللي كان معكم آنذاك في اللجنة نفيديا، ديال الاتحاد العام لطلبة المغرب؟ إيه، وأه، يعني، ما شين بعرفها، يعني ديالاني تاقوها السابة، ممكن إنسان، ما برزوش فيما بعد؟ إيه، يعني المناضلين فوقتهم كانوا يعني لعبين دور ديالهم اللي سمي لعبوه كطلبة، كطلبة، على الفاسي، شنو كان الانطباعات اللي كيخلي عندكم، اللي كيستقبلكم وكيتكلم معكم؟ الرجل كيف كان يفكر؟ كيف كيتكلم؟ كيف كيتعامل؟ شنو المواضيع اللي كيطرح؟ شنو كينصحكم؟ شنو كيوجهكم؟ واو، واو، أساساً، احنا كنا كان مشي وحنا عنا أسئلة، كانت تقحيه عالية، وكان يعني يشبعنا في الإجابة دياله، وبالتالي ماشي هو اللي كان كيوجهنا، وحنا اللي كنا كان بريو، نخدم منه أكثر ما يمكن، والحديث معاه، أمره ما كان محدود، في موضوع معين ما كان خرجوش علىه، يعني مفتوح، كل مواضيع ممكنة، كل مواضيع ممكنة، وكل مرة كان نخرجوه إحنا شبعاني، يعني فعلاً، كان رجل واسع للطلاع، علمياً، وثقافياً، بالإضافة إلى الخبر السياسي، الخبر السياسي، والقصر السياسي، إن أملي كانت تكلموا سيسعد العالمي، إلا أنه رحلت دي المنتصف السستينات، الفترات دي اللي تزاملت مع وجودك في الجامعة، في الجامعة، في المنطق السياسي، كانت القمة دي التوتر آنذاك، ما بين المرحوم الحسن ثاني، والحركة الوطنية، الخمسة وستين، ستكون حالة الاستثناء، وقبلها بالتأكيد كان الشد والجذب، كيف عشتوا هاد الأجواء أنتما داخل الجامعة، وداخل الاتحاد العام، نعم، كان الجو دي التوتر، كان الجو دي التوتر، لأنه في البداية في أربعة وستين، أنا قلت لك، كان، يعني، صراع سياسي، ومحصور، يمكن تقول محصور، ولكن، في خمسة وستين، والتي تكاين، امتدادت، حركة تلاميديا، اللي جديد، والحركة تلاميديا، اللي ما كانش قبل، اللي ما كانش قبل، واللي برزت، في خمسة وستين، بعد الإجراءات، يعني، قرارات كانت، ماشي معقولة، اللي خداتها، وزارة التربية الوطنية، ولي أدت، إذن، إلى، رفض من طرف، من طرف تلامي، اللي تخوفوا على مستقبل، كانت، نظن الحكومة، حمد بوحنيني، كان يوسف، كان يوسف، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليق، وحزي باستقلال، كان خارج؟ لا، حمد بحنيني، من عين، من ٦٤؟ من ٦٣، نعم، من ٥٦، حزي باستقلال، ما كانش مشارك في الحكومة، أنا ذاك، لا، برد في هذه المرحلة؟ يعني برد ما برد لأنه إحنا في الجميع ما كان شيء عنا في الجميع محاربين محاربين من التحاد الوطني مثلي كيشي نقول برد برد حتى أنا وصلنا لمرحلة تأسيس الكتلة الوطنية سبعين هدابة سبعين عام سبعين يعني منتصف عام سبعين منتصف الستينات كان في 63 في برلمان 63 بدأت تنسيق لأنه حزب الاستقلال الاتحاد الوطني في المعارضة وفي ذلك يعني جبهة الدفاع لمؤسسات الدستورية وما تبعها كانوا في الجهة دي المساندة الحكومة فبدأ شوية دي التنسيق بين الحزبين حتى جاء ملتمس الرقابة آه جينات دي التسعينات لا 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 قبل برلمان دي التلاتة وستين تلاتة وستين آه تتكلمي على المرحلة اللي قبل طيب ليس ملتمس الرقابة يعني الاتحاد بادر بوحده دي الملتمس ولكن في النهاية لحزب الاستقلال النواب الملتمين لحزب الاستقلال كان دو ملتمس الرقابة يعني كانت محطة دي التنسيق ولكن كان باقي ذاك الحذر بنا هذا هو كان باقي اسمي جرح جرح مبراش جرح مبراش طيب اذن خمسة وستين فهذا الأجواء يعني تشنج بالحركة الوطنية والمرحوم الحسن الثاني الحركة الوطنية مع بعضياتكم يعني ما كانش داك الود الكامل غتجي حالة الاستيثناء إعلان حالة الاستيثناء وتشكيل حكومة برئاسة المرحوم الحسن الثاني انتو ما طبعا في الحزب كنتو ضد حالة الاستيثناء ايا طبيعي كان الموقف الطبيعي هو موقف حزب السقلال لأنه أولا الحزب من هاللي اتفق مع محمد الخاميس على ميثاق دي الحضة الشيناية أربعة وعربعين تم هذا الاتفاق والانسجام على أساس الكفاح أجل غايتين تحقيق استقلال البلاد وبناء الدولة المستقلة على أساس الديمقراطية في ظل الملكية دوستورية وبالتالي المصار دي الحزب كان دائما بعد الحصول المغربة على استقلاله أننا ننتقل إلى البنت الثاني وهو إقرار المؤسسات الديمقراطية في إطار ملكية دوستورية وارغبة مكنة فكانت في البداية العمل من أجلي دوستور إلى أن تحقق نه tender طيب الي Madras ما قام says في الثلاثين بالمصدقة للدستور. وبالتالي كان لقصنا ندخله في بناء المؤسسات. إذن فين كان اللي جابها الدستور. اللي وقع وهذه هي الأفل اللي بقت دائما. كالطبع ما صاري المغارب من ذلك الوقت إلى سنوات قليلة. ما هي هذه الأفل؟ وهي تظوير الانتخابات. تظوير الانتخابات. إذن دار دستور. أي دار دستور. ثم بعد ذلك الدستور تمت المصدق عليه في دوجن بيرستين. فربع من بعد في إطار التهيئ للانتخابات الشريعية. تأسّت ما يسمى في جبهة الدفاع عن المؤسسات للدستور. أنه قديرا لك المدير العام للدوال الملكي. أسّس حزب. لكي هو اللي سأخذ الانتخابات. وبالتالي تمت محاربة الحركة الوطنية. في هذا الإطار كانت عزلة. كل الناس اللي نشموا فيهم ريحة الوطنية. تمهيدا لتظوير الانتخابات. نحن كنت تكلموا في التاريخ. في التاريخ بطبيعة الحال على كل حال. وكي مزين تكلموا في التاريخ لأنه مفيد. نحن كنت أقول. إذن استعدادا لتزوير الانتخابات. فاسمته. الحجز كان وهو ضمان أغلبية. لتساند حكومة أنه يبقى الحركة الوطنية. حزب الاستقلال والاتحاد الوطني. ما يوصلوش إلى الأغلبية المطلقة. وهذا ما كان. علش في ندارك؟ وهذا ما كان. علش كان هذا الهاجس لأنه الاتحاد الوطني وحزب الاستقلال ما تكونش عندهم الأغلبية. ما كانش ثقة فيهم. أم شنو بالضبط. دائماً في إطار قراءة التالية. لأن مسألة مسألات اختيارات. حزب الاستقلال والاتحاد الوطني كانوا كيهدفوا بعد الحصول على الاستقلال إلى تصفية مخلفات الاستعمار. تحت هذا الأنوان. أي المصالح الاقتصادية والثقافية. اسمته. والعسكرية. يعني القواعد العسكرية. إلغاء القواعد العسكرية. تأميم بعض المرافق. مغربة مرافق أخرى. حلال اللغة العربية. يعني كانوا كي يعتبروا أنه من المستعجل العمل على تصفياتي مخلفات الاستعمار. كان توجه آخر. وكان توجه آخر. اللي كي يقول غيب المهل. أتشيب المهل. أتشيب المهل. ولكن هالتوجه آخر كان في حتى الناس اللي يخدمون مصالح. يعني يدافعون عن ما ساقتام باقتناء. أنه وجود الفرنسي أساسي في البلاد. وأنه ممكن أن يفرطوا فيه. وأن العسرانة والحدثة هي في البقاء في يد مع فرنسا. يعني إذا هدو هما توجه الخلافات الرئيسية. اللي كانت. كي يتوجه نحو تحرير. مزيد من التحرير. وبناء المؤسسات. لأولاد المؤسسات. واتجاه اللي كان كي يشوف بأنه خلي الأمور تنضج على مهل. على مهل. وكان شيء خمسة وستين غيبان بأنه وصلنا إلى طريق مسدود. بإعلان حالة الاستثناء. لا. لماذا؟ لأنه التجربة دي البرلمانت ثلاثة وستين. ورغم ما تم من تقليص حجم الأحزاب الوطنية الأحزاب الوطنية والتي كانت أثر. الأحزاب الوطنية والتي كانت أثر. وقد قدمت القانون للتوحيد القضاء وتعريبه وداز وصدق عليه. وقد قدمت بالشيحة لصحفة مص القطائد. إذن إذن كم مشكلة. إذن كان شي مشكلة. وكان في أقليلة. إذن كان شي مشكلة. هذا إذن. قلنا أمام هو واحد البرلمان الذي نخصوه علاج. كان الدواء هو حالة استثناء. في نظر من يتخذ القرار. القرار. على أساس أنه حالة استثناء ولن إيقاف النزيف بعد المظاهرات والحوادث المارس عام 65 ما ننسوا هذا الشيء. من الأسباب الأساسية كذلك لإيقاف هذا البرلمان. أنتم داخل الجامعة كنتوا عيشين هذا النقاش. لا. ماهلهم عيشينه. ماهلهم عيشينه. عيشينه وتبينه. وكل واحد طبعا يعني بتبني لمواقفي حزبه تيار لي كنتمي له. تيار لي كنتمي له. ولكن على مستوى الجميع يعني ما كان شي خلاف كبير في مثل هذه المواضع. الخلاف كان غير غير ما نقول شي الاتحاد العام طالبة. قل طالبة استقلاليين. آه. أنا قبلك إلا بغيتي تقول غير طالبة استقلاليين. ما كانش مشكلة. واجهي الاتحاد الوطني ما كان مشكلة. ولكن تقول الاتحاد المنظمة أخرى غير الاتحاد الوطني. هذا غير مقبول. ما يبكي. هذا الفكرة نفسه كان عن اتحاد مغربي الشغل. كل اتحاد مغربي الشغل المنظمة الوحيدة ليس متلاج الطبقة العاملة. النهار اللي تم تأسيس اتحاد عام تشغالين في ٦٢٠. أره ضحايا سقطوا. يعني واحد مشكلة كبيرة. باش اتحاد عام شغالين. فرض رسوف الصحة أني قبيع. هذا واحد فكر. كان كاين. ربما هذا الفكر. ومن أسباب بعض الأزامات اللي عاشها المغرب. وخلي يتهمل. يعني الفكر. لأنه كان واحد فكر السائد. ماشي غير في المغرب. تأتيك الخارج. ١٦٠ كانت سنة ديال إعلان استقلال العدد من الأكثر الإفريقية. وبعد ذلك بدأت دهار نظريات ديال العالم الثالث. وفي هذا الإطار بدأت دهار نظريات ديال الحزب القاعد. لحزب واحد الخصيقود. وخاديتهما كانت توجه أنذاك إلى حزب الاستقلال. نعم، وهي ليست حزب الاستقلال. حزب الاستقلال على العكس. كان يدافع على التعدد. كان يدافع على التعدد. واسميته. والأدابيات موجودة. رأيك الناس مشات ولكن خلت الأطار ديالها. على الفاسي رأيك في كتاب النقد الداتي. كتاب النقد الداتي. كتاب النقد الداتي بدأ على الفاسي كيكتبه في أواخر الأربعينات. وكملو في 52. وكتاب النقد الداتي. ما هو قصته؟ على الفاسي رأيك من القاهرة. بعد المنفع الساحق. لأنه تمثى من سبعة وثلاثين. إلى ستاوربين. وهو في القابن. عشر سنين قليلا. منفع سنين. ميرجع من المنفع. دوز في المغرب شهر. وبين بأنه المعركة خسو يمشي يخذها في الخارج. فالتحق بالقاهرة. وباش يعرف بالقضايا بالكفاح دير الشعب المغربي. كتب كتاب اسمه الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. بمعنى يعرفه بالحركة الوطنية في المغرب. وكذلك في تونس والجزائر. نعم. وهذا كتاب ثامين. فهذا الكتاب الآخر دياله. كيقول على الفاسي. بأنه كخص من الآن. التفكير في نظرية حول المشروع المجتمعي. للاكتر ديالنا بعد حصولها على الاستقلال. على الاستقلال. شي مكتوب. وما اكتفاش طالب. نكب على كتابة المشروع. والمشروع هو كتاب النقد الداتي. وكلك يقول أنا هذا مجرد رأي. وكان طلب النقشه. مجرد رأي. مجرد رأي. وكان طلب النقشه. على الفاسي في ذلك الوقت سرى زعيم المغرب. فهذا الكتاب أرى أن الفاسي أولا يدافع عن كيف كان يعتبر النظام الأصلح للمغرب هو النظام الملكي البرلماني. الملكي البرلماني. الملكي البرلماني. الأنظمة الملكية التي تمارس الديمقراطية. تمارس الديمقراطية وحكومة مسؤولة. كان يؤمن بهذا الشيء وكتبه. وبقى كان يؤمن به. وبالتالي كان مع التعدد مع حرية الفكر والحريات وهذا الشيء كامل. النظرية الليبرالية كلها كان متبنيا. فيما يتعلق بالحرية السياسية والحرية العامة. والمبادرة الفردية. بمعنى أفقار واضحة. التيارات بعد الاستقلال ظهرت تيارات أخرى. تأثير الفكر اللي كان السائد في فرنسا وفي أوروبا بصفات عامة. وكيف قلتي منتصف الستينات غتبها الحركة التلاميذية اللي أغلبها. متأثر بالفكر اليساري الماركسي اللي نجمع. تأمع. كأحزاب وطنية شعرتوا بالمضايقة خصوصا في الجامعة. المضايقة دي لهذا النوع دي للفكر في الساحة الجامعية. وسبعة وستين كما قلنا نكسى القمة دي الإشعاع اليساري. هذا تيار تلاميذي. قلنا من الأسباب اللي أدت إلى حالة ستناء وغير. ولكن على مستوى الجامعة ما وصل حتى تعدوا ستين فوق. من بعد ما خرجتهم. تعدوا ستين فوق. بحيث تعدوا ستين سبعين وواحد وسبعين 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 وثلاثة سبعين. هذي أربعة سنين. دي المرحلة دي التواري. كانت مرحلة ديال الحمنة. ديالفكر الماركسي. هالتيارات. ديالتلات وعشرين ماركس. اللي أساسا نفصلوا عن الاتحاد الوطني. وإلى الأمام اللي ينفصلوا عن الحزب الشريعي. وزادوا معهم. وزادوا معهم هذه التيارات. وكونوا الجبهة. على مستوى الاتحاد الوطني لطالبات المغرب. هذه بداية سبعينات. اللي كانت. هي اللي كانت. محمد سعد العالماء يغادر الجامعة في سبعة وستين. بعد الحصور على. الإجازة. الإجازة في الحقوق. في الحقوق. في العلوم السياسية. في العلوم السياسية. كما قلتي مع عام النكسر. نحن. سأبدأ تفكر. أولا بعدها قبل. أفكتي الارتباط مع الجامعة بخروجك منها. أولا بقاتل. بقاتل العلق. ما ننساوش إنك داب أنت. رجعتي عود في المجلس الوطني. يتحيز باستقلال. خلينا نخلك. تفضل. بس. نكملوا المرصة. تفضل. أولا أنا. ما دخلت الجامعة. ما بقاش القسم الداخلي. ما بقاش. إذا نخسني باش نعيش. ما كانش حي الجامعي تكسا. حي الجامعي بك يدخلوا إلا. القلة. آه. والمنحة. ما كيخدها إلا القلة. ما كانت لمنحة ولا قسم داخلي ولا حي الجامعي. ولا حي الجامعي. إذن. إذن ساعت إلى أنني متوظف. آه. وانتك تقرأ. فتوظفت معيد. معيد. مهم. بمدارس محمد الخامس في نفس المؤسسة. مؤسسة. إذن قت بالصمار في نفس المؤسسة. مهم. ولكن ماشي دبا طالب كمعيد. معيد. معيد. إذن بأجارة المعيد. ماش عشت. لأنه الوالد ديالي. كان من ناس. يقال عنهم دخل للوظيفة غنياً. وخارج منه فقيراً. آه. كيش. وبالتالي. هذا هو السبب. أنا اللي خلاني. كيف ما قلت قبلها. أنني تقدمت الباكالوريا. وأنا في الخمسات سنوية. آه. هي الأحوال المادية للوالد ساعت. معلوم. وإلا كنت. أنا أخذ المصار العادي الطبيعي. أخذ المصار العادي الطبيعي. فديكت هذه. وعياً مني أنه. وعيني أخذ سنين. نبدأ نتحمل. المسؤولية. المسؤولية. إذن اشتغلتي معيد. اشتغلتي معيد. وأنت كتقرأ. وأنا كتقرأ. من أننا نبدأ. أنه. كندير جوج ثلاثة الحاجات. في كل مرة. أنني طالب. وأنني معيد. وأنني عضر الناشط في الصندين. الطلابي. طيب. وماذا سأخذ الإجازة؟ وهذا هو المصار كله هكذا. ديما. ديما التولاتية. ديما التولاتية. طيب. ماذا سأخذ الإجازة؟ حسنتي شنو سأخذ؟ قلت أن نقاف نفس الوظيفة. ماذا سأخذ الإجازة؟ ديما أتحدث. ديما القلات. ديما أتحدث المصارات. إما يذهب. خارجيا. كعالهم السياسية. وإما سأخذ المحامات أو القلاء. عام 68. ما كان فيهه منصب ماليه. أطلاقا. النكسة هذه. بقيت موعد استمرت حتى تلقى البديل طبيعة الحال تلقى البديل بقيت موعد موعد في انتظار البديل قلت لي ممكن نعمل الموحامات فكرت فيها فكرت فيها وفي ذاك الوقت شنوها المكتب اللي غاديمشي له مهم كان مكتب واحد وهو مكتب محمد بوستا قريب ليك في الحزب ممكن يعاونك كنت عرفتي في ذاك المرحلة محمد بوستا معلوم معلوم انا افتحت لعب طلبة عرفت القيادة الحزب محمد بوستا كان مازال عباس الفاسي يلا كملت مريد ممكنش يسالي مع واحد ويبدأ مع واحد اذا اعتذر لي ممكنش ينخرج على الاربط لانه عندي خير معي متكفل اذا قبلت الوضع انني هذا الوضع الموقت يستمر واحد شوية اذا اذا جدو سي اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة